وكالة إقليمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا يتسارع في كل من البرازيل والبرواتشيلي مناشدة هذه البلدان عدم تخفيف الإجراءات الرامية إلى الحد من تفاشي الوباء وأعلنت كاريسا إيتيان مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيام منذ بداية الوباء وتابعت البرواتشيلي سجلت أيضا معدلات مرتفعة في مؤشر على أن الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين مضيفة بالنسبة إلى معظم دول الأمريكيتين فإن الوقت ليس مناسبا الآن لتخفيف القيود أو الحد من استراتيجيات الوقاية وبحسب مصادر رسمية فإن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت لغاية مساء الثلاثاء أكثر من 774 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 41 و 600 وفاء مما جعل أمريكا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء وينضم إلينا عبر سكيب من القاهرة الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية أهلا بك دكتور ريتشارد ولنبدأ بما قرأنا على أن التحذيرات من أن تكون الأمريكيتين هي البؤرة الجديدة لانتشار الفيروس فعلاً أمر صحيح هذا الفيروس تسارى انتشاره تكافة أنحاء العالم انطلق من الصين ثم تفشى في آسيا ثم انتقل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والآن نرى فعلاً تفشيه في أمريكا الجنوبية في ظرف أقل من خمسة أشهر وهذا الانتشار الجغرافي السريع يبين مدى صعوبة السيطرة على هذا الفيروس ولكن هناك الأدوات المناسبة وإذا ما أمننا الأدوات ونصائح وتوجيهات الخبراء والعلمات بالإمكان ابطاء هذا التفشي مثل ما حصل في سنجابورة وفي كوريا الجنوبية وكذلك في لبنان وفي الشرق الأوسط نعم دكتور ريتشارد يعني الحديث الآن عن فكرة التخوف من وجود طفرة ثانية أو ذروة ثانية لهذا الفيروس وأمام هذا التحدي أعلنتم أو طالبتم بعدم تخفيف الإجراءات الاحترازية رغم تواجه كثير من الدول الآن لهذا الأمر ما قولكم؟ حسنا تخفيف القيود والتبعد الإجتماعي يفترض أن يعتمد على الأدلة وعلى التقييم بعض الدول بدأت في التخفيف من هذه القيود بينما الدول أخرى ترى أنه ليس الوقت المناسب وما تنصح به منظم تنصح العالمية وأن القرارات بخصوص تخفيف هذه القيود وإعادة فتح الأعمال والمدارس وكذلك الخدمات الدينية والتجمعات والسفر هذه القرارات يفترض أن تعتمد على الأدلة وتعتمد كذلك على التوجهات وتحليل عدد الإصابات والوفايات حتى نتأكد أن هناك تراجع في هذه الأرقام وأن نتأكد كذلك أن لدينا الأنظمة الرعاية الصحية اللازمة مثل الاختبارات والفحوص وكذلك عدد يكفي من الأسرة في المستشفيات لعزل ولعلاج المصابين وتحتاج إلى أن تتأكد أن هناك التزام من قبل المجتمعات وتواصل جيد مع الناس إذن عندما نبدأ لا يمكن بعد أن يبدأ انخفاض هذه الأرقام بإمكانك البدأ في تخصيص القيود وإلا ستتعرض إلى مشاكل وتتوقع ربما ارتفاع ثاني الإصابات ابقى معنا دكتور ريتشارد لنعرض عليك وعلى أسادة المشاهدين هذا التقرير حيث تمر منظمة الصحة العالمية بأكثر المراحل حرجا في تاريخها في ظل اهتزاز الثقة بأدائها جراء طريقة إدارتها لأزمة وباء فيروس كرون المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 الذي اجتاح العالم ولم تتعرض منظمة الصحة العالمية لانتقادات من رئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط بل وجه لها كثيرون انتقادات حادة على خلفية تعاملها منذ البداية مع جائحة فيروس كرون المستجد خاصة في ظل تناقض تصريحاتها الطبية والتي جعل مراقبون يرون أنها تضع علامات استفهام على قراراتهم الجديدة دعونا نتابع ترجمة نانسي قنقر لسنا في حالة وباء عالميا الآن نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر فقدنا بأن كوفيد 19 يمكن اعتباره وداء والوباء ليست كلمة نستخدمها بسهودة ترجمة نانسي قنقر دكتور ريتشارد يعني عرضنا عدد من ما رأاه مراقبون أنها تناقضات بين تصريحات مسؤولين في منظمة الصحة العالمية نبدأ من العقار هيدروكسيكي كلوركين والتناقض بين تصريحات استخدام هذا العقار وتعليق التعامل به الآن سريريا أعتقد أن هناك فهم بخصوص تصريحات منظمة الصحة العالمية وإدارتها لأزمة كوفيد 19 والبيانات تبين أن منظمة الصحة العالمية كانت تسبق منذ وصول المعلومات بحصوص هذا الفيروس في 31 ديسمبر وكنا على اتصال حتى قبل تفشي الفيروس منذ اليوم الأول وهناك الوثائق التي تثبت ذلك وكان هناك استجابة سريعة وأنا فخور بما قبنا به ويبدو أن البعض لم يفهم ذلك جيدا إذن لدينا مكتب في 140 مكتب في مختلف الدول تقدم لنا البيانات وقد وزعنا فرق من الخبراء على 90 دولة لتقديم المساندة ثم قدمنا الخبرة الفنية لكافة أنحاء العالم لتقديم التوجيهات الصحيحة لمجابهات هذا الفيروس الجديد وهذه الشبكات من الخبراء قدمت أكثر من 250 وثيقة توجيهية لمختلف وزارات الصحة بخصوص الاختبار والفحص وعلاج المصابين بكوفيد-19 إضافة إلى ذلك ساعدنا في إقامة أجندة الأبحاث والدراسات في أكثر من 100 مختبر في العالم ونحن نشرف على أكبر الاختبارات لتقييم فعالية العلاجات المختلفة وأعتقد أننا ساعدنا في ما يخص المستلزمات الطبية وكذلك أحزمت الاختبار وكذلك أجهزة التنفس الاصطناعية لأكثر من 120 دولة وأعتقد أن هذه المرحل الأساسية التي تتخذتها المنظمة لم سأفهمها ربما ولم تستحق التقدير اللازم فيما يخص الاستجابة وأنا أشعر بفخر كبير بطريقة إدارة الأزمة من قبل منظمة الصحة العالم ولم ننسى أن تفشي هذا الفيروس كان سريعا جدا وكنا نبلغ أول بأول في كل التوجهات والمخططات اللازمة وما سمعناه في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وإشادت كل أعضاء المنظمة بطريقة إدارة المنظمة للجائحة فكانت التعليقات كلها إيجابية فيما يخص دور وقيادة منظمة الصحة العالمية لجائحة دكتور ريتشارد يعني ما تقوله يعبر عن جهود كبيرة تقوم بها منظمة الصحة العالمية لكن ما أعرض عليك هو يتصرحها تناقضت من مسؤولين في منظمة الصحة وسأضرب لك أمثلة وربما هذه الأمثلة توضح وجهة النظر فيما يراه مراقبون أنه تناقض وتضارب لمسؤولين في منظمة الصحة العالمية مثلا فكرة لبس الكمامة قيل في بداية الجائحة أنه لا ينبغي على غير المريض أن يرتدي هذا الماسك أو هذه الكمامة بعد ذلك الآن أصبح لزمن على الجميع أن يرتدي هذه الكمامة هذه واحدة أيضا الحديث على أن المصاب بغير أعراض غير معدي قيل هذا في بداية الحديث عن جائحة كورونا الآن تراجعت المنظمة وقالت لا أن كل من يحمل الفيروس هو معدي كيف نقرأ هذا التناقض؟ حسنا أنا لا أستغرب من هذه التناقضات مثل ما قلنا هو فيروس جديد ونحن نتعلم في كل مرة أكثر بخصوص هذا المرض والإجراءات تتطور للسيطرة على الجائحة وكلما توفرت الأدلة فإن التوصيات والتوجيهات تتغير ومنظمة الصحة العالمية قدمت أولى التوجيهات بخصوص الكمامة الطبية عندما لم تكن هناك أدلة كافية بخصوص اجتناب العدوى بلبس الكمامة بالنسبة للأصحاء ثم قدمنا عدلنا هذه التوجيهات خاصة أنه كان هناك نقص في توفر هذه المواد ثم قدمنا التوجيهات بأن تكون الألوية للكمامة الطبية بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية ولمن تعرضوا للإصابة لتقليل مسبة العدوى بعد ذلك كذلك للفئات الهشى مثل المتقدمين في السن ومن يعانون من أمراض مزمنة بعد ذلك عند توفر الكميات الكافية للكمامات الطبية فإننا نصحنا بارتدائها في الأماكن العامة ومنظمة الصحة العالمية تنصح حسب توفر هذه المستلزمات الطبية ولكن تعطى الأولوية دائما لمن يعملون في الرعاية الصحية ومن يعملون في الخط الأول ومن أصحاب الأمراض المزمنة وإذا ما توفرت بكمية كافية فليس هناك أي تعارض باستخدامها بطريقة عامة دكتور ريتشارد ربما يرى مراقبون أيضا المطالبات بفتح تحقيق مستقل شفاف عن جهود المنظمة في موجهة الوباء خاصة في التعامل مع الصين التي أشادت المنظمة بأدائها ودورئها على عكس ما حدث في وباء سارس التي لامت فيها منظمة الصحة الصين رغم أن عاد الوفيات في السارس لا يتجاوز الألف فيما يخص وباء مثل كورونا نقترب من نصف مليون حسنا إذا ما كنت تسأل عن مسألة التقييم فإننا قمنا بذلك الأسبوع الماضي الموافقة على أقرار بيتشاور مع وزراء الصحة حتى وقد التقينا بالفيديو الافتراضي وأشادوا بعمل منظمة الصحة العالمية وطلبنا بفتح تحقيق إجمالي وأن نقوم بالتحقيق بخصوص كل إجراءات الطوارئ التي حصلت منذ بداية المرض على أن يكون هذا التحقيق مستقلا نعم وأقصد حفوا التقييم وليس التحقيق نعم هناك من يقول أن المنظمة تتأثر بالتمويل لأن الصين بعد جائحة سارس مولت المنظمة أصبحت الآن تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تمويلها للمنظمة وهذا يجعل المنظمة في حرج من إدانة الصين إذا تبين لها ذلك حسناً أكثر الممولون هو الولايات المتحدة ولم يتهمنا أحد بالتأثر بالولايات المتحدة وللأسف الشديد كان هناك تسييس أكثر من اللزوم لهذه القضية أثناء الجائحة وكان هناك العديد من الاتهامات غير الصحيحة غير الدقيقة وكان هناك العديد من مثل هذه الإشكالات في الاستجابة لحالات صحية طريقة سابقة ويفترض أن نتخذ إجراءات تصحيحية في هذا المسار وسيكون هناك تقييم شفاف ومستقل لحقاً ولكن أعتقد أنه ليس من العدل تسييس هذه الأمور والإدعاء أن منظمة الصحة العالمية تتأثر بهذه الدولة أو بأخرى نحن ملتزمون لمحاولة السيطرة على هذه الجائحة في أقرب وقت وتقديم البيانات بطريقة شفافة ومستقلة مع كل شركائنا في المنظمة بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وكافة الدول في العالم وللأسف الشديد البعض اختار أن ينظر إلى عملنا بمنظور سياسي بحث وعلينا أن نقبل هذا الانتقاد وأن نواصل عملنا لمساعدة الدول لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحماية مواطنيوم وخاصة الأكثر هشاشة والأرقام تبين أننا ساندنا هذه الدول وقمنا بواجبنا هناك دائما نقاص لا يوجد هناك كمال ولكن أعتقد أننا نتقدم في عملنا ومثل ما تفضل الدكتور تدروس نفضل أن نترك وراء ظهرنا هذه الأمور السياسية ونركز على عملنا دكتور ريتشارد نريد أن نستفيد بوجودك معنا فيما يخص ما هو البروتوكول العلاجي الذي تنصحون به الآن وهل الآن أصبح لزاما على الجميع سواء مصابين أو متعافين أو لم تأتي لهم الإصابة أن يرتدوا الكمامة في كل وقت وفي كل تعامل نعم بخصوص العلاجات هذا المرض سببه فيروس ليس لديه علاج نهائي في الوقت الحالي ذلك ينتبق على كوفيد-19 ومنظمة الصحة العالمية تعمل مع شبكة الخبراء والعلماء بخصوص التجارب السريرية لتحديد العلاجات المناسبة ضد كوفيد-19 وفي الوقت الحالي منظمة الصحة العالمية تشرف على هاتي الاختبارات على ثلاث علاجات أساسية وهناك دول مشاركة في هذه ثلاثة دول مشاركة أكثر من ثلاثين عفوا دولة مشاركة بما في ذلك الكلوروكين واعتماداً على الدراسة الأخيرة منذ بضعة أيام إذن أوقفنا هذه التجارب مؤقتاً فيما خص هيدروكس كلوروكين ولكن لازلنا ندرس ثلاثة علاجات حتى نقف على فعليتها ضد كوفيد-19 وربما قد نتوصل إلى نتائج في الأشهر القادمة ليس لدينا علاج نهائي حالياً فيما يخص الكمامات الطبية مثلاً قلنا ليس هناك توجيهات بهذا الخصوص و مثلاً قلنا الأولوية تعطى لارتداء الكمامات بالنسبة لمن يعملون في الخط الأول من الرعاية الصحية وكذلك من لديهم هشاشة الصحية إذا ما كانت الكمامات متوفرة فإن منظمة الصحة العالمية لا تعارض استخدامها في الماكن العامة أشكرك شكراً جزيلاً دكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي منظمة الصحة العالمية كنت معنا عبر السكيب من القرآن شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً جزيلاً شكراً